اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت اليه قوة دفاع البحرين من مستويات متميزة بفضل الدعم والرعاية التي يليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعه مؤكدا على همية مواصلة رفضها بكل ما من شأنه رفع جاهزية كافة منتسبيها واستمرار مواكبة التطور المتسارع في المجالين الدفاعي والعسكري من خلال مواصلة تزويدها بأحدث التقنيات الدفاعية جاء ذلك خلال لقاء سمو وهي حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن ذياب بن صاجر النعيمي رئيس هيئة الاركان بالسيد رالف اكابا نائب رئيس شركة ريثيون الامريكية والوفد المرافق حيث رحب سموه بهم منوها بأهمية مواصلة الجهود المبذولة في تنمية قطاع التكنولوجيا الدفاعية لتطوير القدرات وتعزيز المقاومات المختلفة لحفظ الامن وتحقيق السلام العالمي مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية الصديقة على كافة المستويات